كيف يمكن قراءة دعوة السيد مقتدى الصدر لمجلس النواب لإقرار وتمرير قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي يعني ما المتوقع كيف يمكن للبرلمان أن يتعاطى مع هذه الدعوة بسم الله الرحمن الرحيم تحية لكم ولمشاهدي قناتكم الموقرة في بادئ الأمر تمرير القوانين في ظل هذا الوضع يعني المتزمت الوضع السياسي يعني وضع خاص جدا تمرير القوانين يجب أن تكون بحذر ودق ساعة أن يكون هناك حذر من الكتل السياسية فيما بعض وهناك قد تكون تمرير بعض الأمور ويكون تخوف لدى الجهات الأخرى قانون تجريم التطبيع أعتقد نال بتصويت كل أعضاء مجلس النواب حتى الحاضرين ولم يكن بالعدد القليل 275 نائب وهو ما دعا إليه الكتل السياسية أو اتفق عليه المختلفون داخل قبة البرلمان إذن لا توجد هناك مشكلة في الاتفاق حول القوانين وكيفية تمريرها ولكن نسأل عن القوانين التي بها جنب مالية هناك قرار خرج من المحكمة الاتحادية تقول أن هذه الحكومة ليس لديها صلاحية بكتابة أو إعداد قوانين ذات جنب مالية فقرة الأولى ولو كان هناك لها صلاحية بتمرير القوانين لمررنا قانون الموازنة وانتهى الموضوع ثانيا يستطيع مجلس النواب في الدستور أن يمرر هذه القوانين ولكن أيضا بدون جنب مالية إذن هنا مشكلة قد يختلف عليها البرلمانيين داخل قبة مجلس النواب وقد يكون اختلاف بين الكتل السياسية حول هناك مطامع أو غير مطامع هذا ما يفسره الكتل السياسية داخل مجلس النواب ولكن نحن نقول في تيار الحكمة نقول إن كانت هناك جنب مالية وإن كانت تخدم المجتمع العراقي والشعب العراقي فلا ضير أن تتفق الكتل السياسية وتمرير بما يخدم الصالح العام والشعب العراقي إذا كان هناك خدمة فيه لأبناء الشعب العراقي ولكن نحن خرجنا من موازنة عام 2021 هناك 14 مليار للآن غير مستغل من موازنة 2021 لماذا لا نذهب بالنظر لهذه المبالغ أن نوجهها لخدمة المجتمع العراقي والشعب العراقي ثانيا فقرة أخرى المحكمة الاتحادية جازت للدولة العراقية أو للحكومة العراقية حكومة تصريف الأعمال بأن تسير أعمال الدولة وكان من ضمن تسير هذه الأعمال هو توفير البطاقة التموينية وتوفير الكهرباء إذن لا توجد هناك مشكلة في توفير هذه الأموال حسب الغطاء الشرعي للحكومة العراقية ولا يحتاج إلى تصويت قانون هناك عدة آراء إذن نحن نذهب إلى أن ندرس هذا القانون بشكل جيد ونستعرضه أمام الخبراء القانونيين وأمام المحكمة الاتحادية وأن نتبانى ككتل سياسية حول ما يخدم المجتمع العراقي وما يجنب السياسيين من أخطاء مالية قد يقع بها هذا المجلس النواب العراقي إذن إن كانت هناك فيها خدمة كبيرة للمجتمع العراقي نذهب بها وإن لم تكن هناك خدمة وقد تكون الخدمة بطرق قانونية أخرى نذهب إلى هذه الطرق الأقصر والأسهل وعدم التشكيك وعدم خلق جو عدائي داخل مجلس النواب باعتبار أن هذا القانون سيمرر للاستفادة الغير من هذا القانون وتمريره داخل مجلس النواب الاعتراض أعتقد من باقي الكتل السياسي على طبيعة والتحدي حول إقرار هذا القانون وما شابه ثانيا تسمية القانون هو قانون أمن غذائي نتفاجأ دخول مشاريع أعتقد فيه مشاريع كبيرة في هذا القانون وهذا يختلف عن تسمية القانون وتمريره إذن لابد لوجود دراسة حقيقية وتفكيك لهذه الشكوك وعلامات الاستفهام داخل مجلس النواب أذكر نحن كتيار حكمة نرى من دراسة القانون إن كان يخدم المجتمع العراقي والشعب العراقي فهو فائض نفطي اشتركوا في القناة